العاصمة الإدارية الجديدة و مجلس النواب كان سيدة الرئيس قبل عدة أيام بيشوف مجلس النواب تفقد موقع أو مكان أو مبنى مجلس النواب أو البرلمان المصر في العاصمة الإدارية كان فيه زيارة أيضا من إنشار دكتور حنم في جبال الرئيس المجلس والوكيلين حمد أبو العلين وأحمد سعد الدين راحوا البرلمان اهو المبنى الجديد في العاصمة الادارية الجديدة وقيادات الهالة الاندسية بيشرحوا طبعا البرلمان مكونات البرلمان المكاتب المقاعد اللي بيتسع لحوالي الف عضو في المجلس وقادي طبعا وجولة داخل مجلس النواب الجديد في العاصمة الادارية سيدة المتشار دكتور حنف الجبال الرئيس المجلس مع طبعا قيادات الهالة الاندسية للقوات المسلحة اللي هم بيتولوا طبعا الانشاءات الخاصة بي البرلمان المصر في العاصمة الادارية الجديدة الوكيل نائب محمد أبلانين والوكيل نائب أحمد سعد الدين والأمين العام أيضا لمجلس النواب حاضرا معهم في هذه الجولة في مجلس النواب والمبنى الجديد في العاصمة الادارية الجديدة جولة أيضا داخل المبنى مع طبعا يستحب أحد قيادات الهالة الاندسية والقوات المسلحة سيد المتشار دكتور حنف الجبال الرئيس المجلس والوكيل محمد أبلانين والوكيل أحمد سعد الدين معهم كمان الأمين العام لمجلس النواب في هذه الجولة داخل المبنى الجديد في العاصمة الادارية الجديدة واللي خلاص ربما يكون على وشك وآدي طبعا اجتماع أو لقاء أيضا في أحد المكاتب في واحدة القاعات مع طبعا شرح تفصيلي عن المبنى عن تفاصيل المبنى وقيادات وضباط الهالة الاندسية والقوات المسلحة والجهة ربما بعض أيضا المسؤولين أو الشركات المنفذة اللي حاضرة هذا الاجتماع مع رئيس المجلس ووكيلي مجلس النواب اللي قاموا بزيارة أو بجولة امبارح لمجلس النواب لمتابعة سير العمل في مجلس النواب نهاردة مشار دكتور حنف جبالي وطبعا صورة إذكارية أهو على يعني مدخل مجلس النواب الجديد في العاصمة الادارية الجديدة سيد رئيس المجلس الوكيلين والأمين العام وقيادات الهالة الاندسية وضباط عدد من الضباط اللي بيتولوا عدد من الشركات أو المهندسين والفنيين اللي شغالين في المبنى ويتم الانتهاء من البرلمان المصري قبل شهر ستة القادم زي الحكومة لأنه كله ينتقل خلال شهر يونيو القادم قبل تلاتين ستة هيكونوا موجودين إن شاء الله في البرلمان والمبنى الجديد في العاصمة الادارية الجديدة نهاردة المشار دكتور حنف جبالي رئيس المجلس خلال اجتماع المجلس النهاردة بينقشوا لائحة مجلس الشيوخ وخلاص عدوا عدد كبير من المواد أنجزوها تحدث المشار دكتور حنف جبالي عن هذه الزيارة وكان له كلمة مهمة اليوم ماذا قال في هذه الكلمة عن البرلمان وعن الزيارة للمبنى الجديد للبرلمان المصر في العاصمة الادارية الجديدة نتابع